ترجمة نانسي قنقر رئيس مجلس النواب أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يعد جزءا هاما وركيزة أساسية في المنظومة الرقابية والتي تدعم عمل المجلس النيابي من خلال الرقابة على سلامة ومشروعية استخدام المال العام وحسن إدارته مشيرا معالي لأن التعاطي والتفاعل والتعامل النيابي مع تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سيشهد منهجية جديدة في بحث ودراسة ما جاء في التقرير حرصا على تحقيق الأهداف المنشودة جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس النواب بمكتبه صباح اليوم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية حيث قدم إلى معاليه تقرير الديوان السنوي التاسع عشر للسنة المهنية 2021-2022 مشيدا معالي رئيس مجلس النواب بجهود معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية وكافة منتسبي الديوان ودورهم المتميز في متابعة مسؤولياتهم من أجل الحفاظ على المال العام من جانبه أكد معالي رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية أن ما حققه الديوان من إنجازات ومهام منه مسؤوليات بفضل التوجيهات السديدة التي يحظى بها من لدني جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه والدعم والاهتمام الذي يليه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتوجيهاته بمتابعة تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في تقارير الديوان من قبل الجهات المشمولة بالرقابة معربا معالي عن تقديره لما يمليه مجلس النواب من تعاون واهتمام وتعامل برلماني رفيع مع التقرير